النهاردة هنتكلم عن ملخص احداث الحلقة السابعة وقبل الاخيرة ما مسلسل عندي شارع تسعة والنهاردة الاحداث مشوكة جدا لو تبعوا لنهاية الفيديو الحلقة بتبدأ بناصر بيتكلم مع امه بيعرفها اللي حصل في داليا وان ابوه خطفها وده اللي خلاها عايزة تهربها باي شكل لكن طبعا قال ما ينفعش وكمان غالب معاها هتحربيها ازاي قالت اهم حاجة اهرب داليا غالب مش مشكلة ابوك بس واخت داليا على شقاته شنطة الفلوس لكن غالب بالنسبة له مش مهم ولازم تساعدني وتقف معايا علشان نقدر ان احنا نهربها سناء بتحكي اللي حصل وان هي جريت وراء العربية اللي خطفت داليا وما حصلتهاش وطبعا كان كلهم قلقانين جدا ويا ترى ايه اللي حصل ومن اللي خطفها وبتيجي بعد كده من بره دالال وعلياء دالال بتقول صحيح اللي احنا سمعناه صحيح داليا ما تبقىش اختنا ايه اللي بيحصل ده لكن طبعا بيقول لها مش وقته الكلام اللي انتي بتقولي ده اما حاجة نطمن دلوقتي على داليا ونعرف هي فين بالزبط وطبعا ابو دالال بيقول لها طلعي على قطك وبيجيل واتصال من فيه وبيرد بقول ايه يا فيه علياء كانت قلانة جدا على داليا قعدت جنب ماما غنيمة قارت لها ان هي خايفة جدا عليها قارت لها تطمني ان شاء الله ما يحصل لاش اي حاجة وحشة ويردها لنا بالسلامة من ليه بعد كده داليا موجودة في المكان اللي مخطوفة فيه هي وغالب عدنان بيقول لها عرفتي بقى الحكاية انتي بنت اختي عفاف اختي عفاف اللي سرقتني وده يبقى ابوكي هي اخدت الفلوس وبعتني علشان واحد زي ده فلاش بك وراه وبنيعرف ان عفاف كانت بتقوله على مكان فيه مجوهرات كتير وضحب وكانوا متفقين ان هما يسرقوها لكن بشرط قارت له لازم غالب جوزي يدخل معانا وياخد نسبة قال لا ماشي بس ما يكونش طبعا نفس النسبة بتاعتنا من ليه بعد كده لما بيروح عدنان يسأل عن اخته عفاف بيرد غالب وبيقول انه هي انحاشت مع البنت داليا وده اللي بيخلي عدنان يدور عليها لحد ما لقاها في اليوم اللي قدت فيه فارس بنتها داليا وطبعا كل ده كان بيحكيها عدنان لداليا وبيفهمها اللي حصل بالزبط ويه ان امها اتقتلت وبسبب غالب هي اخدت فروس وهربت بيقول لها كمان فارس مشابوكي وايه رايك لما نشوف كده اذا كان فعلا بيحبك ولا لقا رايك لما نتكلم معاه وافتح الاسبيكر واطلب منه شنطة المجوهرات والذهب وبالفعل بيتصل بيه وبيقول له حياة داليا قدام الشنطة شنطة الدهب وما تستعبطش انتعرف الدهب ايه بالزبط وانا ابقى خال داليا طبعا الكل هنا مش عارف اتصرف ازاي لكن طبعا بيصر فارس ان هو يرجع الشنطة بتاعت الدهب لعدنان علشان يسيب داليا لانه خايف عليها لكن كان رأي طلال من رأي فحت ان هما يمسكوه وطبعا ما يودنهمش ده ولا حاجة بيستازن طلال بينما منلاقي ان فارس مع ابو فالح ومصر ان هو يرجع الفلوس بينما هنا فهدي بيتكلم مع البنات وبيقول لهم على موضوع ان فارس عايز يرجع الشنطة بتاعت الدهب وان الموضوع طلع كبير وفيه كمان دهب والدهب ده على فكرة اللي ابوكو بيشتغل به داليا كانت خايفة ان ابوها يروح ويرجع داليا مقابل فلوس من فلوسهم بينما هنا بتتحيل زوجة عدنان بتقوله النبي خليني بس ادخلهم اكل قال لها خلاص ادخلي بس لداليا ملكيش دعوها بغالب وبالفعل بيوافق بتقعد مع ناصر ابنها وبتقوله يلا رأي بلي الجو وشوف ابوك فين بالزبط علشان خاطر انا هتخل لداليا علشان انا حشها وهربها ام ناصر بتفتكر من خمسة وعشرين سنة لما هربت عفاف من اخوها الظالم عدنان وقتت لها انها هربتك خدي بنتك ومشي قارت لها طب ما تخلي البنت معاكي قارت لها اوه انت عايزة اخوك يقتلها انت بستغنية عنها انت بقى اللي دخلت نفسك في الموضوع ده انت ما كانت لجيش اصلا تدخلي معاه في المواضيع بتاعته لكن طمعك وجاشعك اللي خلاكي تعملي كده خدي بنتك وهرب منه بدل ما يعمل فيك حاجة اثناء مع داليا وغالب قاعدين في المكان المحطوفين فيه بتدخل بعد كده زوجة عدنان وبتقول لها ان هي اللي عايزة تهربها وان هي كمان اللي كانت بتبعت لها الرسال بتاعت التحذير وقارت لها داليا ياريتني سمعت كلامك وياريتني فعلا اخدت بالي قارت لها تعالي انا ههربك قارت لها طب وغالب قارت لها سيبك من غالب هو اصلا مش عايز غالب في حاجة انت المهمة بالنسبة له خدتها وطلعت لكن غالب بيخرج وبينادي وبيقول قابي بنتي وبيزعق وبنادي على عدنان طبعا عدنان بييجي وبيضرب النار لفوق وبيقول انت ايه اللي انت بتعمله ده عايزين تهربوها بتحاول زوجته تقول له خليها تمشي وخلينا بعيد عن المشاكل لكن بيمسك المسدس وبيشهره في وجه زوجته وابنه لكن طلقت المسدس بتطلع في غالب وبيتقتي الغالب وبيموت وداليا بتفضل طغاية عليه وتقول له ليه عملتي في كده بينما فارس بيوصل ومع ابو فالح ومع الشنطة بتاعت الدهب علشان يسلمها ويستلم بنته داليا بيقول له ابو فالح اجي معاك قال له لأ خليك انا هتجيله لشنطة واجيب بنتي بيدخل عدنام بيقول لأنا فاكرك على فكرة بيرد فارس اقول له انا كمان فاكرك كويس جدا يوم من 25 سنة انا ما قابلتني انا مش ممكن انسى شكلك ده قال له خلاص اديني بقى الشنطة وخد بنتك قال له على فكرة انت هتقع مش هتفضل كده على طول قال له ايوه بقى كلام ومساسرات والافلام وكلام ده اديني الشنطة وخد بنتك وبالسلامة مرة واحدة بيظهر طلال ومعاه الشرطة عدنام بيمسك داليا وبيبقى عايز يضربها بالنار بيهدد يعني لكن طلال قدر انه هو يشاور لداليا عرشان توطي وتيجي الضربة من مسدس طلال لعدنام في كتفه وطبعا بيغدوه وساعتها زوجته بتقول لها ما ليس زنب في حاجة قال له هنعرف كل حاجة وبيغدوه وبيخرج بيه بترجع داليا عن البيت مع بابها فارس وتستقبلها ماما عودة غنيمة ويسناء لكن عرياء كانت زعلانة جدا عليها وبيسألوا على دلال وبتكون فوق ومش عايزة أصلا ان هي تشوفها وده اللي بخلى داليا زعلانة ومضايقة جدا لان دلال خلاص ما بقتش عايزاها كأخت بيحاولوا يهدوها ويقولها اطلعي على قطق شوية سناء بقى سابت كل حاجة وبتتكلم مع جسا فارس وبتقول له انا عايز اقولك على حاجة منك ارتحت يعني وعملت كل حاجة ورجعت داليا هو ايه حكايت فيه دي طبعا هو ما قدرش ان هو يرد بينما منلاقي ماما غنيمة قاعدة مع داليا وبيقول لها كل الكلام اللي عادنا نقالهولك صح انت فعلا مش بنتي فارس انت فعلا فارس جابك من واحدة ورباكي بس رباكي على اساس انك بنته وانت قديكي شفت المعاملة ورباكي وعلمك لكن احنا ما قلنا الكيش علشان خطر ما تديش بتزيبها وبتمشي فحد واقف قدامه مرايا بيغني دكتو بتقول له في ايه مالك قال له وانت اعتفضلك كده من حشك والقضة ما تنزل تعودي معاهم قالت انا مش عايزة اشوف حد ولا مستعدة ان انا اعود انافق وجامل في اللي اسمها داليا انا مش طيها اصلا في البيت رد وقال ايوة لازم تطقيها ما لو بجي سبحة يبقى حسب لها الدهب والدهب ده ابوك مشغله يعني انجايب له فلوس فكرت مصلحتك بينما هنا بنشوف فارس موجود مع ابو فارح بيسلمه شنطة المجوهرات والدهب لطلاص وطبعا كان فارس بيقول بعدنان هياخد جازات وقال له ايوة طبعا قال له تمام الشنطة عندك واحنا لازم نمشي قال له خلاص بسلم لي على داليا من لايه بعد كده بتتكلم ماما غنيمة مع دلالة علشان تصفى من ناحية واختها داليا فضلت تقول دي مش اختنا وانت المفروض بتعاملهاش اصلا زينا احنا بناتك احنا بنات فارس مش هي قالت لها انت الكلام معاك اصلا ضايع انان هي بتتكلم مع واحدة زيك المفروض تعقلي دي اختك ولازم تتقبلي بالامر الواقع عليها بتقولها هنعمل ايه دلوقتي قالت لها انا لازم اتكلم مع بابا الموضوع ده مش هينفع بينما بنروح صعود وتفتح لزوجة عدنان بتقول له نعم عايز حاجة قال ايوه انا ليا بضاعة هنا وجاي اخدها قالت له ملكش حاجة امشي وبيجي بعد كده ناصر وبيقول له انت ايه اصلا انخليك تتكلم مع امي انا الراجل هنا ولازم تتكلم معايا قال لنا ليا حاجة عايز اخدها من جو قال له مش هتاخد حاجة ومشي يلا من هنا قال له كده ماشي امه بتسأله بتقول له هتعملي في البضاعة او عايز تعمل زي ابوك وتجر فيها قال لا لا طبعا انا مش زي بابا وانت عارفاني كويس جدا عمري ما حدخل قرش حرامه على البيت كانت داليا موجودة في احد الكافيهات قاعدة بتقرأ وبتشرب قهوتها وبتجي مرة واحدة سناء بتقطحم قعدتها وبتخذ منها القهوة وبتولها في حاجة انت عايزة حاجة قالت لها ايوه انا كنت جاي تكلم معايا انا ايوه حد صاحبتي خنية جدا قالت لها وانا ماليا قالت لها اسمعي بس الاخر عندها ابن وبدور على العروسة ايه رأيك لما تتجوزي على فكرة هتبقى معاك فلوس كتير قالت لها وانا ماليا انا مش عايزة تجوز قالت لها طب ايه رأيك لما انخلي عليها تتجوزه قالت لها وانت عايزة تجوزي وخلاص وانت هتخدم مكافأة مثلا لما جوزتي اخو ورافقتك ده لكن بترد وبتقول لها انا اصلا عندي فلوس كتير مش محتاجة لمكافأات انا بس يعني كان قلبي عليك عدنين قاعد بيتكلم مع تغضل وبيقول له انا مش قايل اي حاجة اللي عندي خلاص قلته والموضوع خلص قال له يعني انت برضو مش عايزة تتكلم خلص انت كده كده حتيتحول دلوقتي للنظارة قاله مالو حولني بس على فكرة كنت عايزة اقول لك على حاجة يمكن انت مش واخد بالك منها داليا ما تبقاش بنت فارس داليا تبقى بنت عفاف اختي بس اخد بالك من المعلومة دي وطبعا طالب بيبقى مش بيصدق الكلام اللي هبدا وبيسمعه بينما بيتكلم بعد كده فهد معه بفالح وبيقول له ازاي بيتم البيع هنا قال له عن طريق الكاش عمي مش بيحب الشيكات ولا التحويل البنكي قال له طيب وانت مش ناويش شوف نفسك يعني والموضوع ده بيطلع لك ايه قال له مش فاهم قال له اقولك بس مرة واحدة بتيجي فيه وبيعرفها طلال على فهد جوز دلال وبيعرف فهد على فيه زوجة صاحب المعرض اللي هو يبقى فارس وطبعا بيتصدم بتدخل فيه بتتكلم مع فارس وبقول له ان انت مش بتسأل علي قال لها معيش قالت له مين اللي بره ده قال لها ده فهد يبقى جوز دلال وبتمشي بينما بيروح فهد بيتكلم مع فارس طبعا فيه بسط له كده من فوق اللي تحت وهي معدية وبيقول له ان هو تعب جدا من مراته دلال لانها حبسة نفسها في القوضة ومش طيقة وجود داليا في البيت داليا بتبكي وبتعيط وبتقول لعليها معقول معقول اللي انت بتعملي ده انا اختك ازاي تفكري كده انا اختك مهما حصل حتى لو مكناش اخوات من الاب والام ازاي تعاملني كده ايه اللي حصل بيننا زي ما انت مصدومة انا كمان مصدومة زي ما انا ما طلعتش اختك انت كمان ما طلعتش اختي وكانت صدمة قوية جدا ليا انتوا ليه بتعاملوني كده ده من الزنبي اخدتها فهدنا وقارت لانا اسفاجة ده المعنش تعالي روح لدلال بيحاول يقنعو ان هما يدعوه في الحسابات وان هو ممكن يديرو كم قرش كده يفك بزنقته وقال له ابنك فالح دخل الجامع دفعت له المصاريف قال له لا انا بقول دايما يعني الفارس وهو مش بيرضا يديني قال له خلاص يبال اللي بقوله لك ده لازم تعمله خد الشيك ده ادفع بيا سيدي مصاريف الجامعة وكمان انا سمعت انك انت عايز ترم من بيتك اهم حاجة تدين ويدنك ونشتغل مع بعض ونكسب من وراء فارس ماكسب كتير ولا منشاف ولا مندل من لايه بعد كده داليا بتروح تتكلم مع اختها الدلال وبتقول لها انت ازاي بتعمليني كده انا اختك ما محصل شئتي ام ابيتي انا اختك قلت لها انا ما عنديش اخوات غير علياء قلت لها ازاي امال انا اعمل ايه علياء قلت لها دي اختنا ولو كان عندنا اخت فعلا ما كانتش هتحن علينا كده قلت لها انتو عايزين من ايه بالزبط فارس بيجي وبيقول لها تتقبل الموضوع قلت لها مش متقبل الموضوع وما عنديش اخوات تانيين غير علياء انا حمشي بعد كده فارس بيقول لداليا تعالي انا عايزك شوية وبياخدها وبيضح جوا علشان نتكلم معها وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص لاحداث الحلقة السابعة والأبد الأخيرة من مسلسل عن دشارة تسعة يا رب الملخص بتاعي يكون عدبك اشوفكو على حين في فيديو تاني ما تبسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل القرص عشان يوصاركو كل جديد باي باي